هل تبعت فريق المصر البورسعيدي هل شاهدت لي أي مباريات ولا لسه ما شفتش للمصر البورسعيدي أي ماتشات؟ طبعا طبعا إحنا ممكن تفرجنا عليه ماتش أو ماتشين ولكن أنه هو فريق طبعا قوي ومنافس قوي جدا وهو برضو يعني لعب في الكونفدرالية يمكن كذا مرة مش مرة واحدة وطبعا هو اللاعب تمان تأميرا مع براجا وبالنسبة لي أنا شايف أنه هو بيلعب أكتر بمدرسة أوروبية أو بشكل أوروبي عن أي شكل تاني أنا شفته في أي مدارس مصرية تانية أو في أي فريق مصري تاني وبس طبعا إحنا بالنسبة لنا زي ما إحنا قلنا إن هما زي ما عندهم خبرة في الكونفدرالية أو هما شاركوا مرة أو اتنين فأنا شايف إن برضو إحنا عندنا خبرة في حاجات تانية كتير وبرضو هيبقى سهل بالنسبة لنا إن إحنا نلعبه وبرضو زي ما أنا فهمت حضر لك في البداية إن أي ماتش هنلعبه ضد أي فريق مصري من وجهة نظري أنا شايف إن لو إحنا ما كسبناش هيبقى فيه تعادل لكن صعب جدا هيبقى فيه خسارة بالنسبة لنا صعب جدا إن حد يلعبنا ونخسر منه لأنه يعني مش هبينتكلم عن الأهلي يعني للأسف يعني هو الأهلي طبعا هو فريق قوي جدا ولكن كل فريق ليه المميزاته وليه عيوبه الأهلي 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 فريق قوي جدا ولكن هو مش في الجروب بتاعي عشان أقدر أن أنا قايمه ولكن الأهلي ليه شعبية كبيرة جدا وشعبيته تخوف ولكن الزمالك في الجروب اللي إحنا فيه حاليا أو في القرع اللي إحنا وقعنا فيها هو أقوى فريق أنت ممكن تتحدى أو ممكن تلعب معاه الزمالك عنده خبرة عنده تاريخ فلو إحنا قررنا ما بين التلت فرق الأهلي ممكن يكون أقوى حد فيهم ولكن كويس إن هو مش معاه في الجروب كويس إن إحنا مش هنلعبه فإحنا نتكلم دلوقتي عن المصري والزمالك وبنسبة لزمالك هي بأقوى من مصري هم